السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة نتابع في موضوع الدوائر الإلكترونية واحد والنبائط والدوائر الإلكترونية في المحاضرة السابقة كنا توقفنا عند بعض الأمثل على الترانزوستر وكيفية تحليلها أخذنا مثال على الترانزوستر من نوع ال-ANPN وهنا نتابع في موضوع الترانزوستر ال-PMP حيث أننا كنا سابقا تحدثنا عن أن هناك نوعان من أنواع الترانزوستر ال-NPN وال-PMP لنرى هنا أننا لدينا ترانزوستر من النوع ال-PNP وهو موصول على طريقة ال-Common Emitter Configuration Circuit وهنا معطيات السؤال وهي قيمة VEP1.7.6V والبتا 100 وأيضا من ضمن معطيات السؤال اللي هو إذا كانت قيمة ال-VEC تساوي نص قيمة ال-V Plus ال-V Plus لدينا 5V إذا قيمة ال-VEC تساوي نص ضرب 5 وتساوي 2.5V لنتمكن من تحليل مثل هذه الدائرة يجب علينا أن نتتبع ال-Input Loop وال-Output Loop هنا نلاحظ أن ال-Input Loop يبدأ من قيمة ال-V Plus مرورا بقيمة ال-V EP On مرورا بمقاومة ال-R Base وصولا إلى قيمة ال-Input Voltage وهو VBB بينما ال-Output Loop يبدأ من ال-V Plus مرورا بقيمة ال-VCE مرورا بقيمة ال-R C I C لنبدأ بكتابة المعادلة الأولى وهي قيمة ال-V Plus تساوي قيمة ال-V E B On زائد قيمة ال-I BRB زائد قيمة ال-V BB طبعا اللي نرى أن قيمة ال-V Plus مرورا بقيمة ال-V E B N مرورا بقيمة ال-R B مرورا بقيمة ال-V BB مرورا بقيمة ال-V BB إذن المجهول الوحيد في هذه المعادلة هو ال-I Base عندها نقوم بحساب ال-I Base عن طريق المعادلة فنجد أن قيمة ال-I Base تساوي 5 ميكرو أمبير بما أننا في بداية السؤال أخذنا أن الدائرة هي دائرة Common Emitter Configuration إذن يمكن الاستفادة من قيمة بيتا المعطى في السؤال لحساب قيمة ال-I C حيث أن ال-I C تساوي بيتا إي بيس وتساوي 100 ضرب 5 في عشر قوناق ال-6 وتساوي 5 بالعشر ميلي أمبير هنا أيضا يمكننا حسابة قيمة ال-I Emeter بحيث أننا نعلم أن قيمة ال-I Emeter تساوي بيتا بلس 1 I Base لنجد أن قيمة ال-I Emeter تساوي هي 5500 بالألف ميلي أمبير أي بالمختصر يمكن اعتبار أن قيمة ال-I Collector وال-I Emeter متساويتين تقريبا هنا وجدنا قيمة ال-I Base وقيمة ال-I Collector الآن من خلال نص الدائرة أو من خلال نص السؤال نجد أن قيمة ال-R C مجهولة إذن نقوم بكتابة معادلة الأوتبوت V Plus تساوي V E C زائد I C R C لنجد أن قيمة ال-V بصمع ال-V Plus معلومة قيمة ال-V E C تساوي نصف قيمة ال-V Plus إذن معلومة قيمة ال-I كلها C معلومة اللي هي 0.5 ميلي أمبير إذن المجهول الوحيد هو ال-R C فنقوم بحساب قيمة ال-R C عن طريق معادلة ال-R C تساوي قيمة ال-V Plus ناقص قيمة ال-V C على ال-I C لنجد أن القيمة هي 5 كيلو أوم من هنا نلاحظ أن الترانزستور يعمل في منطقة ال-Forward Active Mode لأن الوصلة بين ال-Junction between ال-Emitter وال-Base Forward بينما ال-Junction بين ال-Emitter وال-Collector Reviates بعد ذلك ننتقل إلى ما يعرف بال-Load Line بعد ذلك ننتقل إلى ما يعرف بال-Load Line لنرى أن Load Line and Mods of Operation إذن عندي هنا موضوعين كيفية رسم ال-Load Line ومن ثم كيفية تحديد منطقة عمل الترانزستور الآن ننظر إلى الرسمة الأولى والرسمة الثانية لنجد أن الرسمة الأولى هي تمثل ال-Input Characteristics of the Transistor حيث أنني أرسم علاقة بين فرق جهل ال-Input وتيار ال-Input بينما الرسم الثانية تمثل Output Characteristics of the Transistor حيث أنني أعتبد قيمة VCE وهي قيمة Voutput وقيمة IC وهي قيمة Ioutput الآن بماذا يساعدنا ال-Input Characteristics وال-Output Characteristics ال-Input Characteristics وال-Output Characteristics help us visualize the characteristics of the Transistor circuit we can use graphical techniques for both VBE and VCE إذن عملية عبارة عن عملية توضيحية اللي هي مواءة للكاركتريستيكس of the Transistor الآن كيفية أو آلية رسم load line ومن ثم تحديد ال-Q point اللي هي تتم على النحو التالي في الخطوة الأولى طبعا الكاركتريستيكس اللي هي قيمة VCE وال-IC والرسم وتيارات ال-I-Base كما ذكرنا سابقا تكون الرسم معطاة المطلوب مني تحديد اللي هي قيمة VCE Maximum وتحديد قيمة IC Maximum ومن ثم رسم خط يصل بينهما ويسمى هذا load line يتم تحديد منطقة VCE Maximum حسب ما أخذناه في الحالات السابقة أن القيمة VCE تكون أكبر ما يمكن في منطقة الكت أوف ريجن إذن نعتبر أن ترانزيستر يعمل في حالة الكت أوف وهذا يعني أن قيمة ال-I-Base تساوي صفر ومنه قيمة ال-IC تساوي beta-I-Base أيضا تساوي صفر ومن ثم نأخذ معادلة الأوتبوت لنجد أن قيمة VCE Maximum تساوي تقريبا قيمة ال-V Plus بعد ذلك يجب تحديد قيمة ال-IC Maximum حيث أننا نحصل على قيمة ال-IC Maximum في منطقة السات وعندها تكون قيمة ال-VCE تقريبا صفر إذن نفرض أن الترانزيستر يعمل في حالة السات ونقوم بكتاب معادلة الأوتبوت ونفرض أن قيمة ال-VCE تساوي صفر ومنها نجد قيمة ال-IC سات قبل ذلك أو عن طريق رسمة ال-Input Characteristics نكون هنا قد وجدنا قيمة ال-VBEQ وقيمة ال-IBQ حيث أيضا هنا يوجد معادلة ال-Input ومعادلة الأوتبوت فقيمة ال-VBE تساوي قيمة ال-VBB إذا ما كانت قيمة ال-I-B ستساوي صفر إذن وقيمة ال-I-B ستكون عندي الماكسيمم إذا ما كانت الوصلة بين ال-Base والإمتر تعمل بحالة الفورورد لتمرر أكبر تيار ممكن وعندها يمكن حسابة قيمة ال-I-B تأخذ قيمة ال-I-B هنا وتسقط على أحد هذه التيارات التي تبدأ من ال-I-B P1 P2 P3 لنجد على سبيل المثال أن ال-I-B هي ال-I-B 2 إذن نقطة التقاطع ال-I-B مع اللود هي تسمى ال-Q بإسقاط خط عمودي من ال-Q على X نحدد قيمة VCEQ وبإسقاط خط عمودي من ال-Q على Y نحدد قيمة ICQ سوف نقوم بتوضيح هذا الأمر أكثر عندما نقوم بأخذ بعض الأمثلة على كيفية تحديد ال-Consecant Operating Point أو ما يعرف بال-Q Point هناك أيضا نوع آخر من characteristics يختلف عن هو characteristics الطبيعي حيث أن هذا النوع يسمى Voltage Transfer Characteristics Voltage Transfer Characteristics هو عبارة عن علاقة تربط بين Output Voltage versus Input Voltage إذن على X Axis يمثل عندنا Input Voltage وعلى Y Axis يمثل عندنا Output Voltage هذا Characteristics من خلاله يمكن تحديد مناطق عمل الترانزستور التي تم الحديث عنها سابقا وهي منطقة Saturation ومنطقة Active Region أو Active بشكل عام بغض النظر كانت عندي Forward Active أو Reverse Active ومنطقة Saturation طبعا للتعرف على Volt Transfer Characteristics نقوم بشرح المثال السابق التالي والذي ينص على أن Due Example Develop the Voltage Transfer Curves For the Circuit Shown In Figure وهنا كلمة Curves لأننا نود أن نأخذ حالتين الحالة الأولى إذا استخدمنا ترانزستور من النوع NPN والحالة الثانية عندما نستخدم ترانزستور من النوع PNP لعمل مقارنة بين مناطق عمل الترانزستور إذا ما كان من النوع NPN ومناطق عمل الترانزستور إذا ما كان من النوع PNP لنتمكن من الحديث عن هذا الموضوع أكثر نلجأ إلى حل هذا المثال فكما تقل لم تسابقا من أجل الرسم لترانزستور فجميع قيم الترانزستور معطاة من قيمة VPE من قيمة البيتا من قيمة VCE سات والقيمة المجهولة هي قيمة V-Input لأننا كما نعلم أن V-Input هي القيمة التي تعمل على تحديد مناطق عمل الترانزستور هي ال-Input والتج ولذلك تسمى ال-Piasing Volt لو فرضنا أن قيمة V-Input هي أقل من VPE وهي حسب المعطيات قيمتها 0.7 فهذا يعني أن ال-Diode الذي يصل بين ال-Base وال-Emitter ستعمل بحالة reverse وال-Junction بين ال-Base وال-Collector أيضا ستعمل بحالة reverse لأن الترانزستور من نوع ال-NPN إذن قيمة ال-I-Base تساوي 0 إذن الترانزستور يعمل بحالة الكطف فهذا يعني أن ال-I-Base يساوي 0 ومنه فإن قيمة ال-I-Collector والتي تساوي قيمة حاصل ضرب ال-Beta في ال-I-Base أيضا تساوي 0 عندها يمكن التعامل مع هذه الدائرة على هذا الأساس وهذا النحو حيث أن الترانزستور يمكن حساب قيمة ال-Output إذا كانت قيمة ال-I-C تساوي 0 فعندها قيمة ال-V-Output تساوي 5 إذن قيمة ال-Input Voltage أقل من 0.7 هذا يعني أن ال-Output Voltage سوف تساوي 5 Volt الآن بعد ذلك نبدأ بزيادة قيمة ال-Input Voltage لتصبح قيمة ال-Input Voltage أكبر من قيمة V-B-E ON هنا يبدأ الترانزستور بالتحول من حالة الكطف إلى حالة ال-Forward Active تدريجيا ولكن هنا ننظر إلى أن هذا التحول سيؤدي إلى أن قيمة ال-I-Base لم تعد تساوي 0 بل هي أكبر من صفر وبالتالي فإن قيمة ال-I-C أكبر من صفر وعندها يبدأ بظهور قيمة لفرق الجهد على طرف الترانزستور لحساب هذه القيم نقوم بكتاب معادلة ال-Input Voltage التي هي V-Input تساوي I-Base R-Base زائد قيمة زائد قيمة V-B-E ON زائد وبالتالي يمكن حساب قيمة I-Base بعد حساب قيمة I-Base نقوم بحساب قيمة I-Collector والتي تساوي Beta I-Base ومنها I-Base تساوي Beta مضروبة في قيمة V-Input ناقص قيمة V-B-E ON على R-Base هذه القوانين تصلح لمنطقة أو للتعامل مع حالة ال-Forward Active ولكن كما ذكرت سابقا من الصعب تحديد القيم التي تعتمد عليها الدائرة في حالة ال-Forward Active وذلك لكثرة لاتساع منطقة ال-Forward Active ومنها نبدأ بالنبر أو بالتحول إلى القيمة التي أو الحالة التي يمكن استخدامها وهي منطقة ال-Saturation هنا نبدأ بالفرضية التالية والتي هي في حال ما أصبحت قيمة ال-Input Voltage كافية لجعل الترانزستور يعمل في حالة ال-Saturation فهذا يعني أننا يمكن إيجاد قيمة ال-V-Output من خلال الدائرة السابقة حيث أن قيمة ال-V-Output إذا ما عمل الترانزستور بحالة ال-Saturation هي نفس قيمة فرق الجهد على طرفي الترانزستور والمعطى في السؤال والتي تساوي .2 Volt من هنا نجد أن معادلة ال-V-CE نتدرج بالمعادلات السابقة لنجد أن قيمة ال-V-CE تساوي قيمة ال-V-Plus ناقص قيمة IC في RC نقوم بالتعويض بقيمة IC والتي تساوي قيمة ال-Beta مضروبة في قيمة I-Base لنجد أن هناك مجهولين في الدائرة وقيمة V-CE ولكن على فرض أن الترانزستور يعمل في حالة فهذا يعني أن V-CE تساوي 0.2 Volt بتعويض قيمة 0.2 Volt بالمعادلة نجد أن 0.2 Volt تساوي قيمة V-Plus ناقص ال-Beta مضروبة في I-Base مضروبة في RC ومن هنا يمكن حساب قيمة V-E والتي تساوي 1.9 بال-10 Volt إذن نلاحظ أن تكون لدينا منطقتين المنطقة الأولى والتي تقع في ضمن range V-Input أقل من 0.7 Volt وعندها قيمة V-Output كانت 5 Volt والمنطقة الثانية والتي تقع في حال ما أن أصبحت قيمة V-Input أكبر من 1.9 بال-10 وعندها يعمل الترانزستور في حالة وال-V-Output تكون 0.2 Volt لرسم الترانسفير نقوم بالرسمها بالشكل التالي على X-Axis يتم تحديد إحداثيات ال-Input Voltage وعلى Y-Axis يتم تحديد إحداثيات الأوت Voltage إذن من صفر لغاية 0.7 Volt يكون الترانزستور يعمل بحالة الكاتوف وعندها قيمة V-Output تساوي قيمة V-Plus وهي 5 Volt بينما عند زيادة قيمة V-Input عن 0.7 Volt يبدأ الترانزستور بالانتقال من منطقة ال-Cut-Off إلى منطقة L-Forward Active ولكن حسب الكلام السابق أن هذه المنطقة صعب تحديد القيم فيها فنبدأ بالزيادة إلى أن نصل إلى قيمة ال-1 و-9 بال-10 Volt التي تم حسابها في الخطوة السابقة لتبدأ منطقة الساتيوريشن وعندها يصبح قيمة V-Output تساوي V-Output minimum والتي هي عبارة عن V-Output ساتيوريشن وتساوي 0.2 Volt وهذا الرسم هو عبارة عن الرسم توضيحي لترانسفير كاركتيريستيكس للترانزستور من النوع ال-NPN هنا أرجو من الجميع التركيز على منطقة الكطف ومنطقة الساتيوريشن ومنطقة سنقوم في المثال التالي أو بتوضيح آلية أو كيفية ترسم لترانسفير كاركتيريستيكس إذا ما استخدمنا الترانزستور من النوع ال-PNP لعمل مقارن بين ال-True 2 ترانزستور هنا ننتقل إلى الترانزستور الآخر وهو من النوع ال-PNP وأيضا معطى لدينا أن قيمة ال-V-E-B 1.7 ال-Beta 80 وقيمة ال-V-E-C سات 0.2 فولت نلاحظ أننا لنبدأ بالعملية التحليل الدائرة يجب تحديد اللي هو لوب ال-Input ولوب ال-Output نلاحظ أننا هنا نبدأ من ال-V-Plus مرورا بقيمة ال-V-E-B مرورا بمقاومة ال-R-Base وصولا إلى قيمة ال-V-Input وكذلك الحال بالنسبة لل-Loop ال-Output نبدأ من ال-V-Plus مرورا بقيمة ال-V-E-C مرورا بقيمة ال-R-C-I-C مع ملاحظة أن في المرة في هذه الحالة قيمة ال-V-Output هي عبارة عن حاصل ضرب تيار ال-I-C ضرب ال-R-C ويمكن أيضا اعتبار قيمة ال-V-Output هي عبارة عن قيمة ال-V-Plus ناقص قيمة ال-V-E-C لنتمكن من التعامل مع هذه الدائرة نفرض أن الترانزستور في المرحلة الأولى يعمل في حالة ال-Cut-Off نفرض أن الترانزستور يعمل بحالة ال-Cut-Off عندها فإن قيمة ال-I-Base تساوي صفر بكتابة ال-Input Loop نجد أن ال-V-Plus تساوي ال-V-E-B-On زائد ال-I-B-R-B زائد ال-V-Input وبما أن قيمة ال-I-Base صفر فهذا المقدار يخرج تبقى لدينا أن قيمة ال-V-Input تساوي ال-V-Plus ناقص قيمة ال-V-E-B-On وهي 5 ناقص بوينت 7 4 و 3 بالعشرة إذن في حال ما وصلت قيمة ال-Input Voltage إلى 4 و 3 بالعشرة عندها يكون الترانزستور يعمل في منطقة ال-Cut-Off وقيمة ال-I-Base تساوي صفر ومنه فإن قيمة ال-I-Collector تساوي صفر بمتابعة هذا الأمر مع ال-Output نجد أن قيمة ال-Output Voltage في هذه الحالة والتي تساوي IC ضرب RC ستكون صفر إذن أول نقطة حصلنا عليها من هذه الدائرة عندما تعمل الترانزستور بحالة الكطف هذا يعني أن قيمة ال-V-Input أكبر أو تساوي 4 و 3 وعندها تكون قيمة ال-V-Output تساوي صفر الآن يلخص هذا الكلام على أن إذا كانت قيمة ال-V-Input أكبر من 4 و 3 و أقل من 5 هذا يعني أن الترانزستور يعمل في حالة الكطف الآن عندما تصبح قيمة ال-Input Voltage أقل من 4 و 3 و 10 أي أننا ذهبنا في الاتجاه الأقل فهذا يعني أن الترانزستور سيبدأ في الانتقال إلى ما يعرف في منطقة ال-Forward Active وعندها فإن قيمة ال-I-Base لا تساوي صفر وبالتالي قيمة ال-I-C لا تساوي صفر لحساب قيمة ال-I-Base نعود للمعادلة ال-Input وفي الحال لا يمكن اعتبار قيمة ال-I-Base تساوي صفر فيمكن حساب قيمة ال-I-Base عن طريق ال-V-Plus ناقص قيمة ال-V-B-E-On ناقص قيمة ال-V-Input على ال-R-Base لنصل أن المعادلة فيها مجهول اللي هي قيمة ال-V-Input في الخطوة التالية نفرض أن الترانزستور يعمل في حالة ال-Saturation أي أن قيمة ال-V-Input بدأنا في التغيير فيها إلى أن أصبح الترانزستور يعمل في حالة ال-Saturation عندها فإن قيمة ال-V-Output أو ال-V-Output تساوي V-Plus-Minus قيمة ال-V-E-C-Sat ومن هنا فإن قيمة ال-V-Output تساوي V-Plus-Minus قيمة ال-V-E-C-S قيمة ال-V-E-C-Sat وتساوي قيمة ال-I-C في ال-R-C إذن هي عبارة عن 5 ناقص وينتو وتساوي ال-R-C وهي 8 في 10 قوة 3 مضروبة في ال-I-C وال-I-C من المعادلات السابقة هي عبارة عن بيتا I-Base ال-Beta معلومة وال-I-Base معلوم إذن يمكن كتابة المعادلة على الشكل التالي أن هي الأمامي والتي تقول أن قيمة ال-I ال-4 و-8 بال-10 تساوي ال-Beta مضروبة في 5 ناقص 0.7 ناقص V-E-C-Sat على 200 اللي هي ال-R-Base مضروبة في قيمة ال-R-C بحسابها نجد أن قيمة ال-V-Input 2 و-8 بال-10 بالنظر إلى الكاركتريستيكس المرسوم في الشكل التالي نجد أن هناك المنطقة الأولى والتي تم التعرف عليها وهي عندما تكون قيمة ال-Input Voltage أكبر أو تساوي 4 و-3 بال-10 Volt فإننا الترانزيستور يعمل في منطقة الكاتف وعندها قيمة ال-V-Output تساوي 0 بينما عندما تصبح قيمة ال-V-Input أقل أو تساوي 2 و-8 بال-10 Volt فعندها ينتقل الترانزيستور من منطقة الكاتف إلى منطقة ال-Sat U-Ration وبالتالي تصبح قيمة ال-V-Output تساوي قيمة ال-V-Plus ناقص قيمة ال-V-C E-Sat وتساوي 4 و-8 بال-10 بينهما تكون منطقة ال-Active Region والتي كنا تكلمنا عنها في محاضرات سابقة لغايتنا نكتفي وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله